بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني تخصص الزخرفة والإعلان أحييكم من مبنى الإزاع والتلفزيون القناة التعليمية برنامج في بيتنا مدرسة النهاردة بنشتغل إحدى حلقاتنا من مد التاريخ الفنون الزخرفية وكنا قبل كده تناولنا الفن البدائي والفن المصري القديم وفنون بلاد ما بين النهرين والفن الإغريقي أو اليوناني والنهاردة بإذن الله الحلقة بتاعتنا بتتناول الفن الروماني الفن الروماني هنتكلم النهاردة عن المؤثرات اللي أثرت فيه بنتكلم عن نشأته بنتكلم على السمات بتاعته وبنتكلم على عناصر الزخرفية اللي بتميز الفن الروماني هنتكلم أيضا على الحرف والفنون التطبيقية الخاصة بالفن الرومان من البداية كده عايزكم إن شاء الله تعالى يعني نجهز ورقة وقلم في إيدينا واحدة بنتفرج على الحلقة نحاول أن احنا بعض النقاط اللي احنا نحس أن احنا يعني قمنا بتركيز عليها أن احنا ندون النقاط دي لأن في بعض النقاط ممكن قوي بتكون من النقاط الرئيسية في الاختبارات الخاصة بالمادة دي أول حاجة هنتكلم عليها فيما يخص الفن الروماني هنتكلم على يعني الفن الروماني هو عبارة عن إيه الفيديو الصغير ده الفيديو ده بيعبر على الفن الروماني بيتكلم على العمارة في الفن الروماني تمام تمام في عندي في عندي اللي هي الأدوات الخاصة بالنحط الروماني اللوحات الجدرية العملات الرومانية التصوير في الفن الروماني كل ده بيتناولوا المدلة بتاعتنا النهاردة برضو هنتكلم النهاردة عن بومبي وهنتكلم على اللي هي التصوير الخاصة بالفن الروماني والجدريات والنحط البارز الخاص بالفن الروماني لو جينا نتكلم عن نشأة الفن الروماني بيرجع تاريخ العصر الروماني لسنة 753 قبل الميلاد بدأ الجماعة جماعة الرومانية بدأت من عشائر تسمى عشائر الإتروبين دي كانت بتسكن ما بين النهارين الأرنو والتيبر عند الساحل الغرب الإيطاليا بدأوا يوصلوا لزورة مجدهم إنهم بدأوا يتجمعوا مع بعض قبائل وعشائر صغيرة بدأت تكون قبائل كبيرة وكان الإتروبين دول بيبنوا بحجارة عظيمة الحجم بدقة متنهية والأطلال بتاعتهم والمعابب بتاعتهم مذالت باقية حتى الآن كانوا بينحطوا الصخر إما إنهم يقطعوا منه تماثيل كبيرة أو يقطعوا منه يعني كهوف كبيرة ويزخرفوا الجدران بتاعتها والسقوف بتاعتها بنقوش محفورة في الصخر وما زالت موجودة حتى الآن دي أحد الأصار الخاصة بالجماعة الأترويين ودول ده عبارة عن مدفن لأحد الملوك بتاعتهم وبنرى فيه مظاهر النقوش والرسوم والزخرفة اللي موجودة فيه الجدران وموجودة فيه السقوف اللي بيستخدم فيها كافة العناصر اللي استخدمها بعده أحفادهم من الرومان طب إيه هي العوامل المؤسرة في الفن الرومان العوامل المؤسرة في الفن الروماني أول حاجة عندي المؤسرات التاريخي الفن الروماني يعني عدد كبير بيعرف إن الفن الروماني هو امتداد واستمرار طبيعي للفن الإغريقي أغلب مؤرخي الفنون بيعتبروا إن الحضارة الإغريقية والرومانية حضارة متصرة الحلقات حتى في بعض اللي هم المؤرخين سموه بالفن الجريكو الجريكو رومان يعني اللي هو جريكو رومان يعني فن يوناني روماني طب ده للرومان كانت قبائل يعني بتقوم على الاستعمار للدول اللي حواليها وعلى الحروب فكانت في البداية مش مهتمين بالفن قوي فكان أقرب حضارة ليهم قدروا إن هم يغدوا منها المظاهر بتاعت الفن بتاعتهم كانت الحضارة الإغريقي ولذلك فترة طويلة قبل ما الرقعة الرومانية تتسع كان الفن الروماني يعتبر هو مراية تانية للفن الإغريقي ولكن مع طول فترة الزمن الخاص بالفن الروماني وطول واتسع الرقعة بتاعته وإنه هو احتلوا أكتر من مكان في العالم القديم بدأ إنه هم يتأثروا بالحضارات اللي هم كانوا بيحتلوها نرجع تاني نبص على الشاشة عندي هبص على المؤثرات المختلفة في الفن الروماني كانت الهجرات البدائية من الشمال الشرقي والغربي لإيطاليا جلبت بعض الأساليب الفنية لقبائل الاتروين واندماج واندماجها في استمرارية الأسلوب الفن الإغريقي القديم بعد التساع الإمبراطورية شملت أجزاء من الهند وفارس وتركستان والنهرين والشام ومصر وشمال أفريقيا لغاية المغرب وشرق وغرب أوروبا طبعا زي ما قلنا قبل كده إن الفنون المحلية للبلد دي أثرت على الأسلوب الإغريقي الروماني وبدأ يبقى فيه تأثيرات خاصة للفن المصري والفن الفرسي كمان بما إن الدولة كانت دولة غنية الرومان كده يشبه دول العالم المتقدم دلوقتي في وقتهم يعني يشبه الكتلة الغربية مثلا لما ظهرت التأثيرات الشعبية للأوساط الأقل إرستقراطية في الدولة الرومانية على كثير من المشغولات الفنية الناس بقت أغنية فالناس بقت حتى هي بيوتها العادية بدأت بتعمل فيها نوع من الزخرفة ونوع من الديكور بدأت تظهر أنواع من الفخار والخزف أشغال المعادن والزجاج والأساس المنزلي أقل جودة من القصور ومن الحاجات اللي هي خاصة بالطبقة الأرستقراطية وأقل دقة في جمال الزخارف ولكن كانت موجودة بكسرة ده نظرة لأن طبعا الفترة الزمنية للفن الروماني كانت طويلة شوية لو إحنا حسبناها بدأت من القرن 721 قبل الميلاد واستمرت لما هو بعد الميلاد لغاية بداية الدولة البيزنطية طب إيه هي العناصر الزخرفية الرومانية أول حاجة العناصر النباتية أغلبها من الفن الإغريقي زي الحلزونيات ورق الأكنتس زادوا في التوريق بتاع ورق الأكنتس وبدل الأطراف بتاعة ورقة الأكنتس ما تبقى أطراف مدببة اللي هي ما تسمى بحلمة الورقة خلوا الأطراف بتاعتها أطراف دائري استخدموا برضو زيهم زي الأغريق أوراق الأنتيمون والزهيرة واللبلاب وأوراق العنب واللوتس والبرد متأثرين في ده بالفن المصري القديم برضو قطعوا من استخدام عقود من الأوراق والزهور والفاكهة كانوا دايما العقود دي مازالت تستمر إلى الآن يعني تستخدم إلى الآن في أعمال الدكور وتلاقيه من طرف الأوراق والزهور دي بيعمل شريط أو في يونك من تحت بتجمع باقة الزهور وأحيانا باقة الزهور دي يحط فيها رؤوس بشرية كنوع من الحلاية أو حيوانات أو طيور أو أصداف البحر يعني لو بصنا هنا هنشوف قدامنا ورقة الأكنتس في منحنيات رائعة زي ما احنا شايفين بتحيط بزهيرة الأكنتس أو بوردة الأكنتس اللي هي موجودة برضو على الجانبين زي ما احنا شايفين هتلاقي الأكنتس الروماني موجود طبعا دي دايما بتيجي كالوحة مقارنات ممكن تجي لك يقول لك قارن بين الأكنتس الروماني والإغريقي والبيزنطي وكنا يعني أظهرنا الرسمة دي في حلقة سابقة وبإذن الله في المراجعات لو أتيحت لنا الفرصة هبقى أجيب معايا اللوحات دي دا العناصر النباتية الرومانية اللي هي فيه عناصر منها محفورة على رخام وعناصر أخرى بتبقى مرسومة في الزخارف الروماني طبعا دي ظهرة الأنتيمون الروماني وهللاحظ فيها الفخامة بتختلف شوية وتحس فيها بالعظمة شوية عن ظهرة الأنتيمون المصرية القديمة وظهرة الأنتيمون اليونانية أو الجريجية أو الإرقي نيجي للعناصر الحيوانية استخدموا بكسرة رؤوس الحيوانات والنساء والأطفال اللي جسمهم من تحت عبارة عن حلزونيات نباتية وكان الحلزونيات دي بيكون من أهمها الأكنتس والزهيرات استخدموها برضو في الزخارف المعمرية بصورة كاملة أو صورة نصفية إحنا عندنا هنا لما بنمشي في مصر في وسط البلد بنمشي في العمرات اللي هي ما تسمى بالقاهرة الخدوية هللاحظ دايما إن في بلكونات بتبقى تحتيها يعني أجسام بشرية أو نصف بشرية أو نصف حيوانية رفع البلكونة يعني أغلب النوع ده من الفن المعماري إحنا أخدناه من يا إما الفن الإغريقي أو الفن الروماني بصفة خاصة لأنه هو اللي كان بيستخدم الجماليات بطريقة أكثر انتشارا وأكثر اتساعا من الفنون الأخرى في العمارة بتاعته طيب لو جينا نبص هنا في العناصر الحيوانية هتلاحظ أو الحية هتلاحظه الإنسان أو ما يعبر عن أنه ملاك وله جناحات وأطرافه السفلية غير متكاملة وعبارة عن حلزونيات في الشكل وهتلاقي في حيوانات خرافية هتفكرنا بالحلقة بتاعة الفن الإغريقي الكائنات اللي هي برضو الفن الإغريقي كان يعني مستلهمها من الفن المصري القديم هتلاحظ اللي هو الكائنات اللي زي أبو الهول الأسد اللي هو ليه جناحات وليه راس كبش أو ليه راس يعني أحد الحيوانات الأخرى يعني نيجي نروح للعناصر الهندسية ازدادت عندهم أشكال السلاسل والسلبان المعقوفة والمتاهات المعقدة لو جدنا بس نتكلم على السلبان المعقوفة بالذات هنلاقي أن السلبان المعقوفة دي ارتبطت ب اللي هم الجماعة الألمان في الفترة اللي كان بيحكمهم فيها هتلر ليه هتلر خد الصليب المعقوف اللي هو كان أحد العناصر الخاصة بالفن الروماني لأنه كان بيشعر أنه يعني هم الجنس المختار هم الناس اللي هم أرقى من الكائنات الأخرى فكان بالنسباله الرومان أو الدولة الرومانية هي الدولة اللي هي تعتبر مسأل أعلى للامبراطورية الألمانية استخدموا أيضا الدوائر والحلزونات وأشكال التطعيم وتلبيس الأحجار الملونة في أرضيات القصور وأساف الجدرانها اللي هو كان حاجة كده تشبه الفوسيفساء بس على حاجة أكبر شوي هللاحظ هنا شكل الصليب المعقوف موجود هنا عندي في الجزئية دي رابط في المتاهة وهللاحظ برضو أشكال أو شكل المتاهة موجود في الزخرافة دي هللاحظ هنا استخدام البيضة والحربة التي تعبر البيضة زي ما قلنا في الفن الإغريقي البيضة تعبر عن الحياة والحربة تعبر عن الموت هللاحظ استخدام أشكال المسلس والمربع والمعين والمستطيل في العناصر الهندسية الخاصة بهم اللي هما استخدموها بجزء كبير في أرضيات القصور والمعابد وقصور الحكم الخاصة بهم نيجي نروح للسمات والخصائص الفنية المميزة التي تميز الفن الروماني هنلاقي أنه هما استخدموا وراءة الأكنتس رأسية أو حلزونية ذات حلمات مستديرة الشكل احنا لسه شايفين وراءة الأكنتس ولسه شكلها مرحش من دماغنا استخدموا وحدات مشتقة من الأنتيمون الإغريقي والزهيرات وزهرة اللوتس استعملوا أوراق الأكنتس الحلزونية اللي بتخرج من أجسام آدمية استعملوا حيوانات خيالية وأوجه آدمية والنمط دا بالذات ليه مسمى بيسمى أجريكو رومان استعمال زخارف من الهيكل العظم لرؤوس السيران وده بيثبت فكرة ولاعهم مش بمصرعة السيران بس زي ما موجود فيه الشريحة هم برضو كانوا قوم دمويين شوية المصرعة عندهم كان فيه عندهم مصرعة السيران كان فيه عندهم مصرعة الأدميين ودي شوفناها في الأفلام بتاعتهم اللي هي المصرعة حتى الموت هؤلاء الناس كانوا بيمثلوا أو يمثلوا في العالم الرعب الكبير لأن هم كانوا يعني عملين يوسعوا فيه الرعب بتاعتهم ولكن لما كانوا بيحتلوا شعب من الشعوب ما كانوش بيعملوا المعاملة اللي تخلي الشعب ده يحرص على أن الناس دي يبقوا متواجدين يعني أو أنه يتقبل ثقافتهم لو رحنا تاني للمونتور بتاعنا هنلاحظ أن هم استغلوا العناصر الزخروفية السابقة في تجان الأعمدة والقواعد بتاعتها والحملات والحشوات وغيرها استغلوا التماثيل المنحوطة في مجموعات تزين بها كرانيش وطنوق المعابد واستخدموا التماثيل ذات القواعد المزخرفة استعملوا أشكال الملائكة كأطفال مجنحة في الزخارف بتاعتهم استغلوا بعض الوحدات الزخرفية السابقة في زخرفة الأساس المنزلي وكتروا من نحوط التماثيل لمشاهير الرومان وقواتهم والنصب التذكارية والمسخ وآلهة الحب وحريات البحار ومختلف الأساطير نجي نبص هنا للزخارف بتاعتهم اللي كانوا بيعملوها على الرخام ومدى تواجد ظهرة الأكنتس وظهرة الروزيتا والأنتيمون في الزخرفة بتاعتهم لما نيجي بقى نتكلم على الألوان الروماني الرومان استخدموا تقريبا كل الألوان لكن كان من أحب الألوان لديهم اللون الأحمر في الأرضيات الخاصة بالحشوات الجدارية استخدموا الدهب في تزهيب الزخارف بتاعتهم وراء الدهب استخدموا الألوان المتدرجة ودي كنا شفناها في اللوحة اللي كانت فيها أشكال هندسية استخدموا الرمادي في الجدران لإظهار سائل الألوان لأن الرمادي لون يعتبر من الألوان المحيدة كان بيظهر الأسود والأحمر واستخدموا الأزرق مع الأغدر وكان بيستخدموا اللون الدهبي في الخطوط الخارجية لأنه كان بيبقى فاصل ما بين الأشكال وبعضها يعني كانوا بيحددوا به الشكل الفنون التاريخية الرومانية الفنون التاريخية الرومانية في عندي فن العمارة فن النحت التصوير والزخرافة الحرف والفنون التطبيقي الرومان الحرف بتاعتهم والفنون بتاعتهم كانت متقدمة بصورة كبيرة جدا عن كفة الفنون اللي سبقتهم لدرجة أن يعني إلى الآن الناس اللي هي بتزوغ أوروبا أحيانا بتعبر من فوق بعض الكباري التي شهدها الرومان منذ أكثر من ألفين عاما ليه بقى هم كانوا دايما بيعملوا كباري دي على هيئة عقود وممكن يعمل كبري بيبقى عبارة عن كذا طبق أو ده هنشوفه في العمارة الرومانية الغريب أن بعض الكباري بقي إلى الآن وبيتم استخدامها إلى الآن في بعض الدول في أوروبا نبص على العمارة الرومانية اشتهر الإترويين بتشيد محلات للملاهي والمصارح والحمامات والمعابد والقصور طيب أنا بس عايز أركز على نقطة معينة الحمامات بتاعته الرومان كانوا قوم يعني زي ما قلنا كده قوم أغنية الغريب أنه هم كانوا بيعملوا حمامات بيستخدمها عامة الشعب حمامات سباحة حمامات سباحة دي كانت بتبقى مكيفة في الشتاء ليه؟ كانت بتبقى مبنية على أحجار وبلطات من الرخام بيبقى تحتيها بيشعلوا زي نظام كده المستوأد عندنا بيولعوا تحتيها اللي هي البقايا والمخلفات بتاعة المدينة ويشعلوها وده كانت بتسخن البلاطة الرخامية اللي قايم عليها الحمامات اللي كان بيستخدمها عامة الشعب وكانت الحمامات دي موجودة فيه حمامات للطبقات الإرستقراطية حمامات للطبقات الوسطى حمامات للطبقات الدنيا وده كانت منتشر قوي فيه الفن الرومان كان معظم العالم القديم خاضع للسيطرة بتاعتهم شيدوا في كل دولة من الدول اللي هم يحتلوها حاجة بتقول انه هم مروا بهذا المكان مبنى او اعمدة او معبد ولا تزال اعمدة معبد انطنيو قائمة الى الان وكنيسة اللي هي قنيسة القديس لورنزو وكنيسة القديس مارية قديسة مارية دي كانت معابد رومانية في الاول لو بصنا على الترس بتاعتنا ده طراز اللي هو الملعب او المصرح او حلبة المصارع الرومانية كان بيستخدم لاكثر من حاجة المعبد الروماني او معابد رومانية كانتش تلاحظوا انه فيه شبه كبير ما بينها وما بين المعابد الراقية لكن ميزهم التراز ده اللي هو التراز المبنى اللي هو البازيلكة اللي هو مبنى دائري كان بيستخدم فيه الروطن اصد بيستخدم فيه امور الحكم وليه مدخل عبارة عن يعني معبد مدخل المعابد الرومانية او مدخل معبد اغريقي عبارة عن جملون وتحيط به الاعمدة سواء كانت اعمدة من الترز الاغريقية او الترازين اللي دخلوا على الترز الاعمدة ونشوفهم دلوقتي من ضمن الابنية بتاعتهم البازيلكة كانت بتستخدم كدور للقصور او القضاء او البورصة او التجارة وفي كذا بازيلكة منهم اشهرهم بازيلكة برونيا وبازيلكة ايميليا بمدينة فوليفيا ودي انشئة سنة 179 قبل الميلاد طبعا علاوة على بناء الحمامات والكباري والنصب التسكارية ومقابر الابطال واقواص النصر اللي كان اللي مازالت موجودة في الكثير من ميادين اوغوبا الى الان ده هنا بيمثل مدخل بازيلكة طبعا اللي هو المسرح او حلبة المسرعة الرومانية قوس النصر وقوس النصر ده كان لما الجيوش بترجع من بعد انتصار كانت بتمر من تحت هذه البوابات يمر الفرسان والعربيات من النص ويمر الجنود والمشاه من الجانبين ويكون الاهل المدينة مصطفين على الجانبين تحية ليهم وكان مع كل يعني فتوح او او حاجة او حامل عسكرية بيقوموا بيها كانوا بيبنوا قوس نصر اما في المدينة اللي هم قاموا باستعمارها اما في مدينتهم الاصلية مما سبق يتضح ان العمارة الرومانية يعني عمارة متميزة قوي لكن هنعرف ان الاعمدة الرومانية لها خمس ترز مشتقة كلها من العمارة الاغريقية يعني لو بصينا هنا هنلاقي ان العمود الدوريكي والعمود الايوني والعمود اللي هو الكورنسي دي الاعمدة الارريقية العمود الدوري زي ما انتم شايفين كده التاج بتاعه تاج بسيط قوي والجسم العمود عبارة عن خشخان استوانا خشخان خشخان دي احيانا مسلوها بفستان المرأة وطياته واحيانا مسلوها بصاخ الاشجار والنتقات اللي بتبقى موجودة فيه اما العمود الايوني زي ما احنا شايفين بيبقى فيه الحلقتين دول وبيتوسطوا هنا عناصر من البيضة والحربة زائد الجزء اللي فوق وجسم العمود والعمود الكورنسي اللي بيبقى قايم كله زي ما احنا شايفين على ظهرة الانتيمون في بعض الاماكن والاكنتس هي الظهرة العمودية اللي موجودة فيه العمود اليوناني الرومان خدوا نفس الثلاث اعمدة دول وزودوا عليهم عمودين كمان زودوا العمود اللي هو العمود الدوري طبعا ده كلمنا عليه والعمود التوسكاني والعمود التوسكاني كان زي العمود الدوري الاريخي ولكن الجسم بتاعه او بدن العمود بدن ناعم يعني مفهوش الخشخان او الطياط اللي احنا كنا بنتكلم عليها وكمان زودوا العمود المركب اللي هو الكامبوزيت اللي هو ابتدع الرومان وهو خليط من العمود الكرونسي والعمود الايوني ولو حبينا نرجع ليه هنلاقي انه هو ده اللي هو العمود اللي هو المركب او الكامبوزيت بتاع الرومان اللي هو زودوه على العمود العمودة الاغريقية وهلو رحنا هناك على الشمال هللاقي العمود التاني اللي هو يعني برضو ابتدعوه أو خدوه من العمود الدوري طيب لو رحنا برضو دي أشكال الأعمدة تمام وهنا دي مقارنة ما بين العمود الإغريقي والعمود الروماني هنا برضو دي مقارنة ما بين عمود أيوني إغريقي وعمود أيوني روماني وهنا مقارنة ما بين العمود الكورنسي والعمود المركب الروماني نيجي بقى للنحط الروماني النحط الروماني تقريبا كان هو هو نفس تقاليد الخاصة بالنحط الإغريقي لكن هم زودوا في التفاصيل أنا عايز أقول حاجة إن فنانين العصر الروماني في بدايته كانوا كلهم فنانين إغريقي زودوا في تفاصيل تصفيفات الشعر طيات الملابس حاولوا إن هم يظهروا مظاهر الصراء والغنى والطرف والعزمة وكتير قوي كانوا بينحطوا التماثيل لمجرد تزيين القصور بتاعتهم وكانوا بينحطوا التماثيل للآلهة اللي هم بيعبدوها لأبطال الأساطير القوات البارزين والقياصرة والملاحم الحربية الأسطورية ودخل النحط في تصميمات كتيرة من التصميمات المعمارية وأحيانا كانت تمثل سيدات على هيئة أعمدة وقفة بتحمل على رؤوسها عقود أو أشكال عقدية للمباني وأكتاف وكوابيل منحوطة على أشكال أجسام بشرية بتحمل الثقوف وأحيانا بيكون النص العلو منها إنساني وبينتهي بتفرعات نباتي لو هنا بصينا لنمطين مهمين من أنماط النحط الروماني وده تمثال بيمثل القيصر أغسطس هنلاحظ مظاهر الفخامة البادية على شكل وجسد القائد أغسطس وهنلاحظ أيضا حاجة تانية فيه التمثال اللي هو البروترية ده انتشر قوي فيه الفن الروماني إنه هما كانوا بدل ما احنا كده بتتصور صورة بروترية ونعلقها عندنا هما كان البروترية بتاعهم عبارة عن قطعة نحتية بتتحط على قاعدة وكانوا بيزينوا بيها الأصور والبيوت والأماكن الحكومية عندهم لو بصينا للفيديو ده ده بيعبر عن يعني برضو النحت الروماني وإزاي إنه هما وصلوا لمهارة جديدة جدا سواء فيه النحت على الخشب أو النحت على الحجر أو النحت على الرخام وده يعتبر مشهد لقبر ده يعني تمثال بروترية لأحد القياصرة الرومان هنا بيعمل مقارنة ما بين النحت الروماني والعظمة بتاعته والنحت الإغريقي وإزاي إن الرومان خدوا الأسليب الفنية بتاعتهم في النحت من النحت الإغريقي كل دي عبارة عن منحوتات إغريقية هو بالفيديو ده بيوضح لي إن إيه مدى التشابه ما بين النحت الروماني والنحت الإغريقي اللي هو تم التعبير عنه بزيادة بقى التفاصيل زي ما احنا شايفين وزيادة الدقة وزيادة اللي هي يعني مثلا ده تمثال لأحد الفلسفة وزيادة الدقة في الشعر إظهار الشعر وظهور النمط الخاص بالبروترية للقياصرة وللقادة وللأبطال العسكريين لو جينا بقى نتكلم على فن تصوير والزخرفة الروماني الفنان الروماني كان بيصور مناظر مختلفة بتصور حياته اليومية أو الأساطير أو الأحداث التاريخية أو أشهر المعارك الحربية الخاصة به نفذوها بأساليب وسائل فنية مختلفة سواء فيه على الأحجار أو الرخام الملون اللي هو المعروف بأشغال المزايك أو الفسيفساء ورسموا بطريقة الإفريسك أو التنبرا أو الإستاكو والإستاكو اللي هي العجائن الملونة وعرفوا أسلوب جديد رسموا الوجوه بالشمع الممزوج بالألوان في لوحات خشبية صغيرة ودي كانت بداية يعني اللي هو التصوير الزيتي يعني ده هو ده التصوير بالشمع الممزوج بالألوان هو جد التصوير الزيتي العظمة كانت ظهرة قوي في الزخارف الرومانية بتاعتهم اللي ظهرت طبعا في المباني والعمارة والمرافق العامة عندهم هللاحظ هنا اللي هي التصوير اللي موجودة دي أو المشاهد المصورة اللي كانت بتبقى موجودة في الأماكن بتاعتهم العامة أو في الحمامات أو في القصور بتاعتهم هللاحظ بقى أن هم يعني بدأوا في العصر الروماني موضوع بقى اللي هو احنا بنسميه عندنا تسيح اللون وبدأ يرسم بتدريجات الألوان والظل والنور باللون وهنا يعتبر يعني بدأ اللي هو الفن الكلاسيكي في الرسوم هللاحظ هنا دي صور بتمثل استخدام الرومان بكسرة لأشغال ألف سيفساء سواء كان بيزين بيها جدران القصور والأماكن والمباني بتاعته أو حاجة زي كده بيزين بيها الأرضيات في برضو العمارة بتاعته لو رحنا بقى للحرف والفنون التطبيقية الروماني أول حاجة هنتكلم عليها الخزف الروماني فيما لو هنتكلم عن الخزف الروماني الخزف الروماني هما ما كانش عندهم خزف خاص بيهم احنا قلنا الرومان عالم في البداية ما كانش ليهم حضارة فنية هما كان ليهم حضارة عسكري لكن كانوا كل ما بيروحوا مكان بيستلهموا من الحضارات دي ومن العناصر الخاصة بيها بيستلهموا الفنون بتاعتهم فكان الخزف الروماني كان هو تكرار وإعادة نمزجة للخزف الإغريقي يعني هما عادوا من جديد الخزف الإغريقي ولكن لما بدأوا في توسعات وبدأوا يروحوا مصر وبدأوا يروحوا بعض الدول في أوروبا وبدأوا يروحوا شمال أفريقيا هنا بدأ يكون عندهم أنماط مختلفة من الخزف وبدأ يظهر عندهم أنماط من اللوحات الخزفية الخاصة بيهم وبدأت تظهر عندهم أواني خزفية بيطلق عليها أنماط شعبية في متناول الطبقات الفقيرة ومتوسط الحال احنا لو بصنا ليه الوعائين الخزفيين دول يعني لو احنا مش عارفين هنقول لا دول من الفنون الإغريقي أو ده خزف إغريقي لكن ده قطع خزفية رومانية كانت عبارة عن إعادة إنتاج لقطع الخزف الإغريقي هنا ده الخزف الشعبي الروماني اللي كان في متناول أيدي الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة نيجي للمنسجات والملابس يعني استمر الإغريقي في نوعية المنسجات الرومانية يعني كانوا بيلبسوا نفس الألماط اللي كانوا بيلبسوها الإغريق في البداية كانوا متأثرين بيهم ولكن مع الانفتاح بدأ ياخدوا من مصر وبدأ ياخدوا من الهند وبدأوا ياخدوا من الفرس وبدأت تظهر عندهم نوعية ملابس أو موديلات أو يعني فن في النسيج والملابس خاص بيهم ودي بعض المشاهد وبعض الصور اللي كانت بتعبر عن الملابس الرومانية هنلاحظ فيها قصرة استخدام الأماش بكسرة واستخدام الطياط اللي هي احنا بيسميه يعني الجماعة بتوع الملابس يفهموا اللغة دي بيسميه البلسيهات في الملابس عندهم كمان دي الملابس الخاصة بالأغنية والخاصة بالفنانين والخاصة بالحكمة بتوعهم والقادة السياسيين والعسكريين لكن هنلاحظ كمان ان كان عندهم فن خاص بالملابس الحربية لو بصينا هنا هنلاحظ برضو انه ما فرقش كتير قوي عن الملابس الحربية اللي هي الاغرقية اللي هي كانوا بيعملوا عبارة عن ضروع من الجلد وتحتيها بتبقى في حراشيف معدنية عشان تتحمل ضربات السيوف عليها او اختراقات السهام وكان ليهم لبس مميز جدا والرومان في الملابس الحربية ظهرت عندهم برضو انماط جديدة من الكؤوس والاكواب والاباريق زادت الدقة والمهارة في تنفيذ الزخارف الزجاجية كان فيه منها الشفاف كان فيه منها الملون كان فيه منها المصنفر واستنبطوا وسائل متنوعة في زخرفة الاواني الزجاجي يعني لو بصينا هنلاقي دي انية زجاجية تاريخية من الزجاج الاخضر اللي كانوا بيحطوا فيها المشروبات والعصائر بتاعتهم ودي انية اخرى برضو كانت بتستخدم لوضع الزيوت العطري لو جينا بقى للصناعات المعدنية والسيارة المجوهرات لقوا نمازج فنية جميلة من اطقم المواقض الفضية وتمثيل صغيرة من النحاس والبرونز بديعة النقش تمثل الالهة الخاصة بيهم والمصارعين والجياد او الخيول والفرسان كمان اواني وكؤوس واكواب الشراب وقناضيل مخرمة ده بالاضافة ليه السك العملات واشكال من اشغال الزهب والصياغة اللي هي معمولة بالسحب والجدل واشكال من الاساور والحلقان اللي هي الاقراط والقلائد التي بترتدى في الرقبة وتيجان الرأس لو جينا هنا هنبص نلاقي دي قلادة من القلائد هللاحظ مدى الدقة في الفن والتكرار في الوحدات واللي هي ما يسمى بالمعلقات اللي بتتدلى من هذه القلادة هللاحظ هنا ده شكل من احد اشكال الاقراط الزهبية اللي مختلطة او متعمة بالاحجار الكريمة سواء كان عقيق او يعني احد الاحجار اللي هي الزمرد العملات وصك العملة الرومانية كان كل قيصر بييجي لابد ان يتم صك عملة زهبية جديدة خاصة باسمه ده وعاء من الفضة وعاء معدني من الفضة ده وعاء مسبوك من الاوعية الرومانية المعدنية برضو في الصناعات الخشبية لا الموضوع توسع عندهم اوي في الصناعات الخشبية الرومان جلبوا اخشاب من الهند ومن الغباط الاوروبية عملوا منها قطع اساس اللي تميزت بكسرة المنحنيات وعلى فكرة الاساس الروماني بتلاقيه دلوقتي اوي بيبقى ظاهر في الاساس الكلاسيك يعني لو انت رحت مثلا معرض من معارض الاساس ولقيت ان فيه اللي هو الشغل الايطالي في الاساس ده بيبقى مازال محافظ على نمط الاساس الروماني نروح بقى لجزء تاني امتداد للفن الروماني وهو فن بومبي بومبي يمكن مدينة عدد كبير فينا يعني يعرف طارقها بومبي دي كانت مدينة رومانية بتقع تحت جبل بركاني يسمى جبل فيزوف بومبي مدينة تعرضت لكرسة كبيرة بومبي صار بركان فيزوف واطلق من باطن الارض ملايين الاطنان من الحمم البركانية ومن التراب البركاني اللي دفن المدينة دي بكل سكانها بكل حيواناتها لعقود من الزمن بومبي في الأصل ما كانتش داخل الامبراطورية الرومانية ولكن كانت دويلة مستقلة الرومان احتلوها وسيطروا عليها ولكن ادوها حكم يعني ايه يعني حكم احنا بنسميه يعني حكم مستقلة سابو اللي هو الامير بتاعها والملك بتاعها والأسرة ملكة تحكمها ولكن بومبي تقدروا تقولوا انها كانت دولة اللي هي الدول اللي كانت السياحة فيها قائمة كانت دولة سياحية كانت قائمة على كل انواع الرزائل اللي ممكن نتخيلها ويقال ان هي حصلها نوع من يعني من الغضب الالهي لما كان فيها من ظلم ومن يعني يعني حاجات كتيرة بتتعمل ده اللي تسبب في انها يحصلها ده لو جينا بصينا على اطلال بومبي طبعا بعد يعني مئات السنين قدروا ان هم يرفعوا بعض اللي هو الغبار البركاني والحمام البركانية وبدأت تنكشف لنا اطلال مدينة بومبي ده كل ده كان تحت الرماد بتاع البركان طب ايه هي العوامل المؤسرة في الفن بومبي طبعا هم كانوا قريبين برضو من الاغريق وتأثروا بالفنون الاغريقية الحفريات بتاعتهم ظهرت عندنا ده مشهد من مدينة بومبي بيمثل طبعا كشفوا موجود مدينة من الداخل واتسابت كده الاغريقية لكن احنا احنا عايزين نخش على العناصر الزغرفية بتاعتهم هم اتأثروا بالزخارف الاغريقية وتأثروا بالزخارف الرومانية ولكن كانت لهم سمات خاصة بيهم ميزة فن بومبي عن الفن الروماني اتراز الاول كانت تأثروا بالاصل الاغريقي المؤلف في الزغرف التقليدية والالوان البسيطة الاغريقية على ألوان على أرضية فاتحة أو بأرضية داكنة اتراز التاني كان قريب الشبه من الفن الروماني وبيرتكز على استخدام برائة الاكنتس بكسرة اتراز التالت كان ملاحظ تفاصيل معمرية كسرت فيه اتراز التاني وكانوا دايما ساعات يرسموا السقف ويرسموا كأن السقف دا عبارة عن سماء وعبارة عن سحاب ويرسم في السقف دا اشكال من اشكال اطفال باجنيحة تمثل الملائكة نيجي بقى نتكلم على الالوان اللي هي استخدموها في بومبي اكثر التنسيقات اللي استخدموها فيها اللون الاسود وفي الاعمدة اللي هي جسم جسم عمود بيبقى لونه احمر استخدموا الحشوات باللون الاصفر او الابيض او الازرق تقريبا عايز اقولكو حاجة ان الفن الروماني لم يترك لون سواء كان فيه بومبي او فيه الدولة الرومانية نفسها لم يترك لون لم يتم استخدامه كان فيه تنوع فيه الظل والنور استخدموا اللون الازرق والاحمر والاصفر بكميات كبيرة لون الاصفر البومبي كان لون قريب من البرتقالي يعني اصفر مشبع بالحمار واللون الازرق المشبع نيجي نتكلم على الفنون التاريخية البومبي فان العمارة نحت التصوير والزخرفة والحرف التطبيقية العمارة كشفت الحفريات عن مباني مشاهدة من طبق واحد يعني ما كانوش بيبنوا مباني عالية منازل والقصور عندهم برضو كانت من طبق واحد لكن كان عندهم مسارح وحمامات رومانية بالاضافة للمستعمرات والحظائر العسكرية ده مشهد بيمثل مدينة بومبي بعد ما كشفوا عنها الحفائر كشفوا عن بعض المباني بتاعتها مبنية من بيوت من دور واحد ولكن البيوت اللي من دور واحد دي مبنية برضو فوق طبقات جبلية يعني بطريق صاعد فيبن انها اكتر من طبقة ولكن ده بيبقى خداع في الصورة المباني كلها كانت مباني من دور واحد برضو ده مشهد لمباني بومبي الغريب ان بعض المباني تم معالجة بعضها واستخدموه او استخدموه اللي هم السكان المحليين تاني زي ما احنا شايفين النحت طبعا هو استخدموه قوي الاسلوب الاستاكو او العجائن البرزة اللي كانت بيزخرفوا بيها الحشوات الاستورية المحيطة بإطارات زخرفية وحلزون نباتي وأكنتس وملئ بالتفاصيل الزخرفة الوردة في فنون بومبي تأثرت بالشخصية الاغريقية قوي وعبارة عن كنارات وحشوات وبنوهات تمثل يعني الشخصيات اللي هي الرقيقة في تفاصيل رقيقة وفيها نوع من النحافة بالمقارنة بالنموذج الاغريقي وكانوا بيعملوا توزيع سليم للكتل او المساحات المتنسبة في الألوان وتباين الألوان لو رحنا لتصوير النقوش الجدارية لبومبي تفوقت عن النقوش الاغريقية وتفوقت على النقوش الرومانية ومرت بعدة أطوار عندي الطور الأول كان متأثر بالفن الإتراسكي والطور الثاني كان بيتصل بالقصص والملاحم ومع بعض السمات المعمرية البسيطة والطور الثالث كان متأثر بالمعمار والأعمدة المعمرية العالية اللي تعلوها كرانيش خفيفة تبدو خلفها عفوا السماء بنونها الأزرق الصافي والطور الرابع تعددت فيه الاتجاهات والتفاصيل المعمرية لو بصينا هنا على الفيديو ده ده بيمثل اللي هي النقوش والرسوم في بومبي وعلى فكرة دي فعلا تم الكشف عنها من حفائر بومبي وزي ما احنا شايفينها كده هللاحظ ان هي زي ما يكونوا عايشين في العصر اللي احنا فيه من قوة الاسلوب بتاعهم في الفن ومن تعدد الالوان وتدرجات الالوان زي ما احنا شايفين والظل والنور يعني كان بيعمل تصوير جداري تصوير جداري يعني زي اللي بيعمله اي فنان ماهر دلوقتي دلوقتي يعني بعد ما اتكلمنا النهاردة على الفن الروماني وتكلمنا على السمات التي تميز الفن الروماني اتكلمنا على العناصر الزخرفية اللي ميزت الفن الروماني وتكلمنا على النحت وتكلمنا على فن بومبي طيب نقدر ان احنا نكون خدنا فكرة كبيرة قوي عن مدى التشابه ما بين فن بومبي والفن الروماني والفن الاغريقي وماذا تأثرهم بالفن المصري القديم باذن الله تعالى ان شاء الله الحلقة انتهت وباذن الله تعالى الحلقة القادمة هنتكلم فيها على الفن البيزنطي والفن القبطي القديم وإلى لقاء آخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله